اخيرا يصل الفرقاء في السودان الى محطة الاتفاق بعد ماراثون طويل من التفاوض الشاق عرقلته في بعض الاحيان انتهاكات ارتكبها المجلس العسكري اراق فيها دماء السودانيين وفي احيان اخرى عرقلته تصدعات وخلافات بين قوى المعارضة السودانية اعلانان سياسي ودستوري يمهدان لتشكيل حكومة انتقالية تدير البلاد لثلاث سنوات وثلاثة اشهر قادمة فضلا عن تأسيس مجلس سيادي يتألف من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين وشخصية مدنية مستقلة المعارضة السودانية ممثلة في قوى اعلان الحرية والتغيير تبدو مراهنة بشكل كبير على الاتفاق اذ اكد قياديها ان الاتفاق اوجد معادلة جديدة تمنع اي تضارب في السلطة اذ قسم السلطات بين مجالس السيادة والوزراء والمجلس التشريعي بشكل متناغم معربين عن املهم في ان يسهم ذلك في نقل البلاد الى عهد الامن والامان الحقيقي والى دولة يحكمها القانون ويتحول فيها الجهاز الامني من جهاز يخيف المواطنين ويحمي فقط رأس السلطة الى جهاز يحمل وطن ومواطنيه قوات الدعم السريع التي تطاردها الاتهامات بارتكاب مجزرة فضل اعتصام امام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بحسب الاتفاق ستتبع القائد العام للجيش بعد ان كانت تحت امرة رئيس الجمهورية مباشرة بينما ستتم لاحقا معالجة اوضاع قوات الدفاع الشعبي والامن الطلابي وكل الميليشيات والاجهزة الامنية التي صنعها النظام السابق غير ان الطريق نحو سودان جديد ليس معبدا بالقدر الكافي فثمت عقبات وعراقيل ربما تفسد الامر برمته فالسلطة الانتقالية ستواجه صعوبات كبيرة يأتي في مقدمتها الاوضاع الاقتصادية المتردية والتي كانت سببا في اشعال فتيل الثورة ضد البشير وكذلك رفض الحركات المسلحة للاتفاق نهيك عن الشكوك القائمة بين العسكريين والمدنيين ووجود من يرغب في افشال الاتفاق بالاضافة الى التوازنات السياسية الدولية والاقليمية التي تنظر الى ثورة السودانيين كامتداد للربيع العربي بما يحمله ذلك من تبعات ربما ليست في صالح السودان